أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الجذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدى الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم أشار مدبولي إلى استعدادات إقامة معارض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة